مستمرين في برنامجنا العربي بيت للكل لكن هذه المرة من العراق حقيقة موسم درامي ضخم في العراق أعمال مهمة كانت سنوات عجاف طويلة للأعمال الدرامية في العراق بسبب التمويل وهذه الأمور لكن اليوم قناة العراقية العامة ومديرية الدرامة في قناة العراقية العامة تسع مسلسلات مهمة بنصوص بوجوه شابة من جيل جديد بالإضافة للوجوه المهمة العراقية اليوم ضيفتنا ضيفة ونجمة عربية في مجال التمثيل العراقي هي الفنانة القديرة إيناس طالب في بيت للكل إن شاء الله تكون أطلالة أولى في القنوات العربية من خلال برنامجنا العربي نورتنا ست إيناس وأبارك لتعمل انفصال شكرا جزيلا حضرتك النور والسرور وأني سعيدة بتواجدي بهكذا نوع من البرامج وبهذا المستوى طبعا العراق العربي نورتنا العنوان انفصال شي يعني لك ببداية هذا العنوان انفصال يعني باختصار أقدر أقول أنه انفصال الأسرة عن المجتمع العائلة بينها ما بين بعض هذا التفكك الأسري أو الشرخ اللي دي يصير بين عوائلنا نتيجة يعني بعض الأسباب واللوافق اللي دي تحصل من خلال السوشال ميديا من خلال بعض الانعكاسات اللي دي تصير سلبا على العائلة العراقية فحقيقة يعني انفصال تجربة مهمة بالنسبة إلي وإحنا تناولنا من خلالها يعني مواضيع حساسة جدا لأنه هو يعني مهتم أو هموم المرأة تحديدا وبالإضافة إلى أنه حالات الطلاق احنا ركزنا على هذه حالات الطلاق شنو أسبابها شنو دوافعها شنو اللي يخلي المرأة تصل إلى هذا الخيار أو إلى هذا الحال ورجل أيضا من خلال النصوص انتابع في الوطن العربي فريش شوقي جعلوني مجرما من خلال الفيلم اللي يعرض اتغير قانون بالدولة كان هو السابقة الأولى إلغاءها بأن طفل بالأحداث وعليا سابقة أولى استمر بعملية بأن هذا تنشال من صحيفة الأعمال اللي موجودة في أمن الدولة بعد هذا الفيلم اتغيرت الدولة وبدأت تتغير قانونها من أجل أصلاح ذو للشباب يقول حتى لا يستمر بالعداء من خلال انفصال نعم صارت هي هذه الرسالة هي هذه الرسالة اللي احنا نأكد عليها أنه احنا نريد نوصلها حتى الناس أو القانون ممكن التشريعات القانونية تصير لصالح المرأة أو لصالح الرجل وتسن قوانين أو تحدد قوانين وتشرع قوانين جديدة لصالح الأسرة لصالح يعني للحد من هذا العنف الأسري اللي يدي يصير والتعنيف بالنسبة للمرأة طبعا تحديثها أعمال مهمة حضرتش قدمتها من البدايات إلى اليوم يمكن أول عمل كان عام 95 96 96 بالضبط هذه الأعمال المهمة اللي تواكبت بظهورة منذ البدايات بأدوار مهمة وأدوار بطولة إلى اليوم دائما نقول إحنا مو كل الفنان يستمرون بنفس العطاء لكن ما شاء الله الحمد لله وشكر بأن النجاحات المستمرة اللي حضرتش تقدميها اليوم شاهدنا إي ناس طالب بشكل جديد من خلال انفصال دور المحامية أو من يبحث عن الحرون أو الباحثة الاجتماعية من تبحث عن حقوق الناس هذا الدور مرهق حتى بالحياة شنو المشهد اللي حسيتي صدق نفس اجتعبتي نفسيا من خلال أداء تصدق إذا أقول لك أنا تقريبا أخذت فترة يعني سحبت علي الشخصية نفسيا وجدانيا طبعا تقمص الوجداني أنا أساسا يعني بالحياة موجود عندي يعني أي شخص يحتي شيء أحس رأسا يمي الموضوع ما بالك أنه شخصية عشت بيها عشت بأبعادها النفسية عشت بأبعادها الاجتماعية عشت بكل تفاصيلها وحيثياتها فحقيقة أثرت علي ونسحب علي هذا الموضوع لفترة معينة بس حاولت أقدر أتخلص من عنده لأنه بالتالي الممثل هو قادر على أنه يخلق هذا الفصل أو يحقق هذا الفصل ما بين الكاركتر اللي يأدي وما بين حياته هذا الناس خلانا نتعرف اليوم على الباحثة الاجتماعية اللي المفترض يمكن كثير مغيب عنهم هذا العنوان المهم حتى بالمدارس بالوزارات وخاصة في قضايا الأسرة صحيح أنه عمل أو طبيعة عمل الباحثة الاجتماعية ما أحد مطلع عليها بشكل دقيقي ما أحد يعرف هي أجدها تسوي حقيقة هي خلف الكواليس بس هي عليها جهد كلش كبير لأنه هي تفوت بتفاصيل وحيثيات حالات الطلاق أو الأزمة اللي تمر بيها العائلة يعني حتى تحصيلها الدراسي أو العلمي ما أحد يعرف هي شم خلصة يا أما علم نفسه أو علم اجتماع فهي حالة حال أي طبيب نفسي ممكن تعالج عندها ممكن تصحح المسار ممكن ترجع الناس على الطريق الصح فهذا كلش مهم وهو يشكروني علي طبعا كل من تابع انفصال قاموا تشهدنا الحلقة بعد حلقة تساعد ذروة الأحداث وخاصة في قضايا مهمة كنا نقرأ النصوص ما بين السطور وفي بعض الأحيان كان هناك كثير من النصوص مسكوت عنها ما نتناولها في مجتمعاتنا خاصة الشرقية لكن اليوم دخل نص انفصال بجرأة للمشاهد العراقي الطرح نعم الطرح المعالج الدرامي كانت دقيقة نسى بالمشاهدة في بعض الأحيان لقنوات بالتايتل الإخبار نشاهد ارتفاع حالات الطلاق بالعراق شيء مرعب صح بسبب مسببات عدم مع الشباب دون بلوغهم سن الرشد ويزوجوهم خلص أنا أرد زوجها لابني وأفرح بي لا لا وأكو أسباب على فكرة يعني ما يشيلها العقل حقيقة خارج عن المألوف الواحد ما يستوعبها بالوضع الطبيعي أو الحياتي بس من يكون إن داخل المشكلة لا يقول طبعا هي هذي سبب رئيسي هي هذي ممكن تأدي إلى الطلاق دور الباحثة الاجتماعية داخل هذا المسلسل لو اليوم بيدت ورقة وقلم وممكن تكتبين نص آخر لمعالجات الحياة الحقيقية شنو ممكن تضيفي على هذا النص؟ يعني ضمن السياق الدرامي أنا أشوف كانت المعالجة دقيقة جدا مع بعض المحاذير لأنه أنت تعرف حضرتك يعني ما نقدر نتخطى أكثر لأنه يعني أكو أعراف مجتمعية أكو تقاليد أكو يعني محكومين بيها طبعا رموز وما إلى ذلك فإحنا مقيدين إلى حد ما لكن الطرح عندنا كان محسوب محسوب مدروس نعم يعني ما كان بشكل عشوائي لذلك انفصال تفاعل الناس مع الحالات التي طرحناها كان تعاطف أكثر ما ضد يعني ما كانت قضية أنه هي ضد وهذا ضد وليش طرح فيه موضوع وليش قضية حساسة علم أن إحنا تناولنا الخيانة تناولنا الخلافات البسيطة تناولنا إحنا المخدرات تناولنا العمر دون سنة الاثمنتعش أو سنة البلوغ يعني هما ما بالغين يروحون يتزوجون أو حتى قضية الأطفال فعلا مواضيع حساسة نحتاج في النصوص القادمة في الأعمال القادمة بأن تكون هناك طروحات أهم طروحات أخطر بالمجتمع العراقي هذا اللي داد أقولك يا حضرتك إنه إحنا كسر النمطية بالنسبة للمتلقي كل شي مهمة الآن إحنا مطالبين بهذه المنطقة الاشتغال على هذه المنطقة حتى خلص المتلقي صار ذكي وواعي وفاهم ويعرف أنه إنت إجدت لي تسوي وشنه رسالتك من خلال هذا العمل وشنه توجهك فكسر النمطية هذا يعني قضية أساسية إحنا علينا الآن دورنا إنه إحنا نشتغل عليها ونركز عليها حضرتك اللي تتطلع بمجال الرياضة الشجعين شي يعني إلى حد الموارد منتخب الوطني طبعا أكيد إشهار البطاقة تكون من الحكم أما في حالات الإنذار أو في حالات الطرد نعم إشهارينا البطاقة الحمراء بوجه موقف من المواقف اللي من خلال هذا المسلسل ما تحب بها تكون متواجدة بالمجتمع العراقي يعني هي أكثر من واحدة حقيقة بس يعني الخيانة 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 أشوفها قاسية جدا أقصر شعور الخيانة دائما نكره الخيانة في جميع المجالات يعني مو فقط الزوجة حتى ويا الأصدقاء ويا المقربين تكون خيانة المقرب تكسر الظهر مثل ما نقول خذلان خذلان حقيقي تخليش تراجعين حساباتك في وقت متأخر نعم اليوم يعني أريد أنظر للدراما العراقية دائما نقول بأن الدراما العراقية لن تتجاوز حدود الوطن في مستوى الأعمال العربية اللي موجودة نشاهد ممثلين من سوريا من الأردن من مصر يشاركون بالأعمال العراقية لكن من النوادر بأنه شاهد الممثل العراقي المبتكر المبدع أنه تجواجت في أعمال العربية الخلل وين؟ أنا خلي أقول بداية إحنا بهذا الموسم قدمنا موسم استثنائي على مستوى الدراما طبعا ومختلف وهذا يحسب إلى شبكة الإعلام العراقي وإلى مديرية الدراما حقيقة كان استثنائي كان مختلف على مستوى النوع وعلى مستوى الكام هي محاولات المحاولات موجودة لطالما المحاولات موجودة فهذا اللي تتحدث عننا أكيد جاي يعني أسون آس جاينا القريب أكيد يعني الممثل العراقي رح يتسوق صح رح يتروج له صح صارت حملة دعائية جيدة لصالح الأعمال يعني تم الترويج يعني تم الترويج من أسوألها بشكل جيد تعرف إحنا هذه ما كانت موجودة من عشر سنوات إحنا مغيبة حتى الأعمال الدرامية وإنتاجها ما بالك الآن أكو نتاج أكو ترويج أكو تسويق أكو لوحات دعائية صارت في الشارع فهذا يعني شون تقول يعني أول خطوة على الطريق يعني بدينا نصحح مسار فإن شاء الله نقول يعني متفائلين يا رب هذا الموسم الدرامي نسألت بين شنو يعني معايير الظهور والاختفاء والغياب عند الممثل شو وقت يظهر وشو وقت يغيب عن الساعة يعني هذه أولا مرتبطة بظروف يعني أكيد يعني عائلية ممكن تكون شخصية هذه ما نقدر نخوض بيها لكن بالنسبة للعمل بالنسبة للعمل أنا أشوف ديمومة العمل واستمرارية العمل مهمة بالنسبة للممثل أما إذا هم حاولوا أن يغيبون الممثل يعني من خلال يعني استبعاده أو إبعاده عن العمل ومشاركاته بالأعمال فأكيد أكيد يعني أحيانا تكون خارج إيراد من اللي يقيم محرددات النجاح أنا ما أؤمن بالمشاهدات بصراحة لكن أنا يهمني أنه التفاعل الحقيقي بالنسبة لي هو الناس أنا معياري الحقيقي هو الناس الناس من تقول لي وين حلقة انفصال شنو المناع العمل شنو حجبة والحلقات ليش منازل الحلقات على اليوتيوب على البر حيسيلوني إي لا حقيقة يعني ليش مد يطلع المسلسل زين ليش أنت ردت فعلت ما كانت بهذا الشكل برافو علي تحشيتوية المحامية وتصديتي فهذا شنو هذا معيار حقيقي أنه أنت نازل تتابعك وتشارك أما المشاهدات يمكن يعني أنت يعني نعرف الموجود من خلال المشاهدة أكو مشاهدات وهمية وأكو بس ماكو تفاعل حقيقي ماكو رسالة واصلة للناس أكو عمال الطب وتطلع ما حد سائل عنها وحتى الممثلين ما احترامي لهم والجهدهم بس يعني يعني ممركزينوا إياهم مسألة عن الألقاب كانت تطلق في البلدان العربي مثلا سندرلا الشاشة وحش الشاشة الزعيم هذه الألقاب من شاهدها بالعراق موجودة عندنا من النوادر يطلق على فنان أو فنانة بلقب معين لا هو حسب الشخصية حسب الشخصية مثلا مثلت سعاد خاتون منا يباشا صار مقرون بيا خاتون أو مثلا فاتنة بغداد ظل مقرون بيا وفاتنة بغداد فهي المسميات تأتي من خلال الشخصيات وجد هذه الشخصيات أثرت وشكلت حضور عند الناس فأعتقد يعني هو هذا إلى دور أكثر أسأل منو كان المسأل على الحضرتش بالبدايات من التابعين الشاشة بأجيال قديمة المسلسلات القديمة منو من النساء كانت تقولين بأن هذه هي اللي أشوفها بأن أنا أشوف نفسي مثلها يعني حتى أكون صريحة مو أشوف نفسي بيها أو أشوف نفسي مثلها بس أنا من كل من كل شخصية أخذت شي يعني على صعيد الرجال والنساء من كل شخصية أخذت وأني بدأت صغيرة على فكرة بداخل المجال فبديت محظوظة يعني أنا مع الكبار اشتغلت صحيح مع راحلين يوسف العاني وقال سبحانه المحظوظة الألقاب يعني سيدة فاطمة ربيع سيدة شذا سالم هند كامل كلهم كلهم فكلهم استفادت من عندهم حقيقة لذلك أنا هذا السلوك أو شو يقول لك القواعد يعني بدأت تكبر وياي وبدأت وياي بداية صح فالحمد لله يعني أقول أنا كل شو محظوظة من حيث الفرص من حيث التجربة ومن حيث الناس اللي عملتوا إياها جميلة الشاشة أداء وحضورا وخلقا شكرا وإبداعا إيناس طالب نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل وإن شاء الله نشاهد الأعمال القادمة وإحنا مطمئنين بأن الدراما العراقية بخير بوجود أسماكم شكرا جزيلا وإنت كذلك رائع بالحوار وأني كلش سعيدة بتواجد إياكم نورتين 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 شكرا جزيلا إذن زملائي هذا كان المشهد من العراق خاصة بالأعمال الدرامية في هذا الموسم المهم راح أترك لكم المجال بنتكملون وتخلونا نطلع على باقي الأعمال في مصر والأردن ونتمنى بأن تعود فلسطين بأمان وسلام وحقيقة المشاهد المرعبة تنتهي من الوطن العربي